إعادة التشجير والتجديد البيئي لمعالجة مشكلة المناخ كان العنوان الأبرز لورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي اذ دع المشاركون إلى إعادة الغطاء الأخضر ومكافحة التصحر والشروع بزراعة مليون شجرة عشرات الأراضي الزراعية تجرف بين الحين والآخر نتيجة الزحف السكان عليها إهمال لغابات النخيل التي تحيط بمشارف العاصمة بغداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقامت ندوة ضمن مشروع زراعة مليون شجرة العراق كان أرض السواد وكان فيه أكثر من ثلاثين مليون نخلة أكثر من ميتين وخمسة وخمسين نوع من التمر الآن نحن نقولها وبكل علم أن العراق ليس فيه سوى مليونين وثلاثمائة نخلة مبادرة خمسية لإعادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء إلى سابق عهدها ضمن البرنامج الحكومي الذي بدأ منذ ألفين وستة عشر يخص جميع المواقع المجرفة والمؤسسات الحكومية والمناطق المهملة البرنامج جعنا بنشر ثقافة التجير في الجامعات العراقية وتصديرها إلى المجتمع العراقي نحن مشروع زراعة مليون شجرة في وزارة تعليم العالي المشروع انطلاق من 2016 من ضمن الأهداف نحن نعمل الحد على التغيير المناخي الحد من مكافحة التصحر اللي صار ببلدنا فبالنسبة للتغيير المناخي والتلوث عندنا خطوية وزارة النفط بأنهم نقوم بتشجير الحقول حول حقول النفط ومدر الاستخراج النفطي تواصل المؤسسات البحثية والتعليمية والبيئية لتحسين الواقع البيئي الذي يقلل نسبة تلوثي الذي تطلقه عوادب المركبات وبعض المعامل عبر غطاء نباتي دائم علينا أن نحترم البيئة التي نعيش فيها الكون الذي نعيش فيه ليوفرنا كل احتياجاتنا لا بد أن نفكر بالأجيال القادمة لذلك نقول نحتاج الأكسجين النقي الاهتمام بالتشجير لربما هو إذا كان يدخل في إطار الثقافة العامة نحاول أن نجعله باعتبار ثقافة لكل العراقين ثقافة مختصة توسع من اهتمامات المواطن العراقي بسياسة التشجير دراسة الحديثة تقول أن التوسع في تشجير المدن يمكن أن يقلل التلوث في الهواء وهي معادلة تحتاجها الكثير من المناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية وزحامات مرورية لاسية من نفطية والصناعية من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية